إذن مشاهدين الكرام نتابع أكثر وللمزيد من التحليل لهذه الزيارة المهمة في توقيتها وفي أجندتها معنا هاتفيا الأستاذ جاميل عفي في الكاتب الصحفي أهلا بك معنا أستاذ جاميل أهلا بحضرتك أستاذ جاميل يعني في البداية دلالات هذه الزيارة والهدف منها في هذا التوقيت والأجندة الخاصة بها هو طبعا الزيارة في غاية الأهمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري تبون طبعا دي تأتي في وقت مهم جدا قبل انعقاد القمة العربية والترتيبات التي يتم تجهزها للقمة العربية احنا عارفين أن على أجندة القمة العربية هناك العديد من المصارات أهمها طبعا بالطبع القضية الفلسطينية ثم بعد ذلك الوضع في ليبيا والوضع في سوريا وعودة سوريا مرة أخرى إلى الجامعة الدول العربية هذه الأزمات التي تحيط بالمنطقة العربية بشكل هام طبعا احنا عارفين أن مصر والجزائر هم دولتين كبراتين بين الدول العربية وفي منطقة الشرق الأوسط مصر والجزائر تربطهم علاقات قوية جدا منذ تاريخ طويل جدا منذ الثورة الجزائرية ووقوف الدولة المصرية وأيضا لا ننسى أن الأول زيارة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 عندما تولى رئاسة الجمهورية كانت إلى دولة الجزائر إذن علاقات قوية علاقات متوازنة علاقات الهدف منها توحيد الصف العربي القضاء على الأزمات والمشاكل العديدة اللي بتمر بين منطقة الدول العربية هناك العديد من التحديات أمام الدول العربية هناك الإرهاب العبر الحدود اللي احنا بنشوفه في الوقت الحالي ومحاولة إعادة انتشار التنظيمات والجماعات الإرهابية وخاصة في دول الساحل والصحراء ومصر والجزائر لهم دور كبير جدا في عملية القضاء على تلك التنظيمات الإرهابية ومحاصراتها في دول الساحل والصحراء لأنها بتهدد بشكل كبير الاستقرار في المنطقة وأيضا مصر والجزائر لهم دور كبير جدا في إعادة الانضباط داخل الدولة الليبية والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وحل بإجراء الانتخابات وأيضا بالنسبة للأوضاع في المنطقة بشكل عام طبعا هناك العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر طيب أستاذ جاميل قبل أن نتحدث عن العلاقات الثنائية وتشعب هذه العلاقات نبقى في الشأن السياسي والهدف من هذه الزيارة يعني هناك محللون يقولون أن هذه الزيارة تأتي في المقام الأول قبيلة إنعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر والتي كانت متوقفة لعامين وبالتالي هي إعلان واضح وصريح لبالفعل عقد هذه القمة في موعدها في منتصف هذا العام ومحاولة من الجزائر لكسب ثقات ودعم مصر لملفات كثيرة في المنطقة ولملفات كثيرة في المنطقة العربية بالتأكيد تحتاج بها الجزائر الدعم المصري وكسب الثقة المصرية في هذه الملفات هل تتفق؟ هو بالطبع لازم نعرف أن مصر هي القوى الفعلة في منطقة الشرق الأوسط هي زي ما احنا بنقول هي رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط وجميع الترتيبات اللي بتتم داخل منطقة الشرق الأوسط وداخل الدول العربية جاء أن يكون لمصر لها الرأي لأن مصر هي تسعى دائما للحفاظ على وحدة الدول العربية تسعى دائما للحفاظ على الأمن القوم العربي وهذا ما يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما إذن فالترتيبات التي بتتم في الوقت الحالي من خلال عقد القمة العربية في منتصف العام الحالي طبعا أن مصر الترتيبات يجب أن تتم مع مصر مصر لها رؤية محددة ورؤية واضحة في إعادة الاستقرار إلى دول المنطقة بشكل سليم مصر لها رؤية في إعادة الانضباط وأيضا إعادة الاستقرار والقضاء على التنظيمات الإرهابية والمحافظة على الجيوش الوطنية هو ده هدف الدولة المصرية في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي فطبعا بالطبع هناك تنسيق وبالتأكيد هناك سيكون تنسيق بين مصر والجزائر من أجل إنجاح القمة العربية ومن أجل الوصول إلى حل يهدف إلى إعادة الاستقرار مرة أخرى إلى الدول العربية ويهدف إلى المحافظة على أمن القوم العربي في الوقت الحالي نعم أيضا من الملفات المهمة على طاولة هذه القمة الثنائية بين الرئيسين الملف الليبي هو الأبرز يعني هناك تناغم مصري جزائري لإيجاد حل سياسي في ليبيا خاصة أن عدم الأمن والأمان في ليبيا يمثل تهديد لدول الجوار وأيضا يعني مصر والجزائر لديهم تجارب مريرة يعني ضد الإرهاب أو مع الإرهاب وهناك أيضا تجربة مصرية ملهمة في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك الجزائر فهذا الملف الليبي بتشعباته وملابساته المختلفة برأيك كيف سيتم توافق بشأنه قبل القمة العربية المقبلة هو بالطبع الملف الليبي هو ملف مهم جدا ملف تؤدي مصر اهتمام كبير جدا من فترة طويلة منذ عام 2014 حتى وقتنا هذا وإحنا شوفنا التطورات التي حدثت على الساحة خلال الفترات الماضية ومحاولات مصر دائما لرأب الصدع وإقاف النزيف الدم داخل الأراضي الليبية وكان من أهمها القرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالخط الأحمر سيرت الجفرة ده اللي أنهى الصراع ووقف نزيف الدماء داخل الأراضي الليبية طبعا في الوقت الحالي هناك أسس واضحة وضعتها مصر وبالطبع أيضا تضعها الجزائر وهي الوصول إلى انتخابات رئاسية وتحقيق الاستقرار داخل الأراضي الليبية إبعاد التنظيمات والجماعات الإرهابية عن الأراضي الليبية بأي شكل من الأشكال ثم أيضا عدم تدخل دول أجنبية ودول إقليمية في الشأن الليبي من أجل عودة الاستقرار مرة أخرى إلى الدولة الليبية وأعتقد أن هناك توافق واضح بين مصر وبين ليبيا في هذا الإطار لأنه زي ما حضرتك قلت في البداية أن مصر لها تجربة فريدة في مكافحة الإرهاب وتعلم جيدا أن إذا وجدت تنظيمات وجماعات إرهابية على أراضي ليبيا فلن يحدث استقرار على الأراضي الليبية في الوقت الحالي وأيضا عدم تدخل دول أجنبية لأنه بتدخل الدول الأجنبية يحدث انشقاق تحدث مساحات خالية لتنظيمات وجماعات إرهابية تعيد نشرها مرة أخرى داخل الأراضي الليبية مما يهدد استقرار ليس استقرار ليبيا فقط ولكن استقرار المنطقة بشكل كامل فده من أهم الملفات اللي هيتم مناقشتها لأنه أيضا الجزائر لها دور كبير جدا في عودة الاستقرار إلى ليبيا مرة أخرى لأنه زي ما بقول لحضرتك أن التنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية إن لم يتم إبعادها بأي شكل من الأشكال عن الأراضي الليبية سيحقق أيضا عدم الاستقرار في الجزائر وفي الدول المنطقة بشكل عام نعم أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي على هذه المداخلة الكريمة